يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومئتين وثلاثة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتين وستة عشر ألف شخص وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 974 ألف شخص